يبدو أن السنة 2024 مش هتكون لطيفة على المصريين وهتشهد موجة كبيرة من اللي ارتفاعات في الأسعار واللي كان أولها تذاكر مترو الأنفاق مروراً بأسعار بقات الانترنت المنزلي وآخيراً الكهرباء يا ترى إيه الحاجات اللي زادت خلال 48 ساعة الأولى من عام 2024 وإيه هي الأسعار الجديدة لشرايح الكهرباء والمواطن هيدفع كام ومن المتحكم الرئيسي في الموعد بتاع الزيادات المواطن المصري تفاجئ في الساعات الأولى من عام 2024 بقرار الهيئة القومية للأنفاق اللي قررت زيادة أسعار تذاكر المترو للأنفاق بتزامن مع تشغيل محطات المترو الجديدة بالخط الثالث بإجمالي 6 محطات وهم السودان، إمبابا، البوهي، القومية، الدائري ومحور رود الفرق الهيئة القومية للأنفاق حددت أسعار التذاكر الجديدة لمترو الأنفاق بنظام المناطق ووصلت سعر تسكرة 9 محطات لـ 6 جنيه بدلاً من 5 جنيه و16 محطة لـ 8 جنيه بدلاً من 7 جنيه والـ 23 محطة بقت بسعر 12 جنيه بدلاً من 10 جنيه وتم استحداث تسكرة ربعة بسعر 15 جنيه لأكتر من 23 محطة وكررت طرح تخفيض 50 قرش من سعر التسكرة لأي عدد من المحطات لصالح زاوي الهم وقبل ما تخلص الـ 24 ساعة الأولى من عام 2024 الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن زيادة أسعار بقات الانترنت الأرضي للمشتركين وزادت بقات الانترنت ساعة 140 جيجا بايت من 120 جنيه لـ 160 جنيه وبقت 200 جيجا بايت من 170 جنيه لـ 220 جنيه أما بقت 250 جيجا بايت بقت من 210 جنيه لـ 280 جنيه وبقت الـ 400 جيجا بايت زادت من 340 جنيه لـ 440 جنيه أما بقت 600 جيجا بقت من 500 جنيه لـ 650 جنيه وبقت الـ 1 تيرابايت من 800 جنيه لـ 1050 جنيه مفيش 24 ساعة كمان ووزارة الكهرباء قالت إش معننا؟ ورفعت خطة التسعير الجديد لشرائح الكهرباء لمجلس الوزراء عشان يقول الرأي نهائي فيها بتطبيقها أو تأجلها زي ما حصل على مدار 18 شهر رفعت فيهم مجلس الوزراء تطبيق أي زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء وده تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مراعاة لظروف الاقتصادية للمواطنين الخطة الجديدة لتسعير شرائح الكهرباء بتنص على رفع الشريحة الأولى اللي بتبدأ من 0 لـ 50 كيلوات من 48 قرش لـ 58 قرش ورفع الشريحة التانية اللي بتبدأ من 1 و50 لـ 100 كيلوات من 58 قرش لـ 68 قرش والشريحة التالتة من صفر لـ 200 كيلوات بقت من 77 قرش لـ 83 قرش أما الشريحة الرابعة اللي من 201 لـ 350 كيلوات فزايدت من 106 قرش لـ 125 قرش والشريحة الخمسة من 351 إلى 650 كيلوات من 128 قرش لـ 140 قرش أما الشريحة الستة من 651 إلى 1000 كيلوات فوصلت من 140 قرش لـ 150 قرش وأخيرا الشريحة السبعة من صفر الأكتر من 1000 كيلوات وصلت من 145 قرش لـ 165 قرش الخطة الجديدة لتسعير شراحي كهرباء بتنص برضو على زيادات في أسعار القطاع التجاري واستسنت الوزارة الشريحة الأولى فقط من التسعير الجديد واللي بتبدأ من صفر حتى 100 كيلوات وفضل سعرها 65 قرش أما رفعت الشريحة التانية واللي بتبدأ من 101 حتى 250 كيلوات من 120 قرش لـ 136 قرش وكمان رفعت سعر الشريحة الثالثة اللي بتبدأ من صفر وحتى 250 كيلوات من 140 قرش لـ 150 قرش ورفعت سعر الشريحة الرابعة اللي بتبدأ من 601 لألف كيلو وات من 155 قرش لمية 165 قرش وأخيرا رفعت تسعير الشريحة الخمسة اللي بتبدأ من صفر لأكتر من ألف كيلو وات من 160 قرش لمية 80 قرش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن تكلفة إنتاج الوحدة الوحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة بتصل لمية 177 قرش والمواطن بيحصل عليها بتكلفة 48 قرش على أساس التسعير القديم للدولار بـ 18 جنيه وإن الدولة مستمرة في خطة الدعم ورفضت زيادة الشريحة الكهربائية لمدة سنة ونص مراعطة لظروف المواطنين وإن تكلفة كل الشريح أقل من التكلفة الفعلية لها مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة أكدت لبنكار أن من الضروري إعلان وتطبيق الزيادات الجديدة في أسعار شريحة الكهرباء بعد تأجيلها لمدة 18 شهر عشان الوزارة تقدر تسدد الفلوس اللي عليها لوزارة البترول والسروة المعدنية اللي بتمدهم بالوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمزاد كانت معيكو سارة مجدي من بانكار بانكار نض البنوك